قضية أخرى تعويض صومالي بقيمة 5250 يورو بعد ضربه من شرطين نمساويين في تيرول وده كان راجل مخمور واتهم الشرطيين شرطية وشرطي بالاعتداء عليه بعد ما أنكروا وسبوه للأسف خدوا منه تليفونه وسبوه شايف الموضوع ده منصف يعني بنشوف هنا أن القانون بياخد مجرى حتى لو كان المتهمين ولولا الصلح كانوا مهددين أنهم يطردوا من العمل شايف الموضوع ده برضو نوعية نوع من الإنصاف برضو حتى للمقتربين الموجودين في المجتمع النمساوي يعني بصراحة أن هذا الخبر بالغ الأهمية أنه تعويض الصومالي بـ 5250 يورو والصلح من بداية الصلح والضبط لأنه الشرطي والشرطية عرفوا أنه إذا استمروا بالمحاكمة يمكن يطرد العقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجن وفقدان وظيفتهما فبالتالي الموضوع عرفوا أنه ماله لعبة والفوضى اللي عملوها وطبعا أوكي إنه هذا اعتقلوا بالبداية وأخذوا منه هاتفه وهو كان بحالة سكر على ما يبدو يعني حتى هو مهمل بحق نفسه بحق ذاته يعني ولكن هم معذبوه واعتدوا عليه بشكل أو بآخر وعلى ما يبدو هذا الشيء لو كان معرض أنه هو تم عملية تجمد لي نعم كان ممكن نعم يموت لأنه فعليا عانى كتير من درجات الحرارة وانخفاض درجات الحرارة فبتصور هذا حكم عادل وهذا درس صراحة لأي شرطة نمساوي بحاول أو بفكر أنه فعليا ممكن أنه يستغل القانون ويستغل وظيفته